السلام عليكم يا اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح لكم واحد من اشهر برامج ازالة العلامة المائية من الفيديوهات والصور وهو برنامج رابط تحميل برنامج هتلاقي موجود في اول تعليق مسبت وزي ما احنا عارفين ان الزكاة الاصطناعي دخل في كل حاجة حاليا فالبرنامج اللي معنا بيشتغل بالزكاة الاصطناعية والفيديو ده ان شاء الله هشرح لك تجربة البرنامج على نوعين مختلفين من الفيديو بالاضافة للصور. اما بالنسبة لتقييم البرنامج فعاوزك انت لتقيم البرنامج وتقول لي كفاة البرنامج تديها كام من عشرة. يلا بينا هنتعلم ازاي نحمل البرنامج وازاي نثبته وازاي نستخدمه. ده الموقع الرسمي لتحميل البرنامج البرنامج بيدعم نظام تشغيل ويندوس وبيدعم انا بالنسبة لي هستخدمه على الويندوس تمام? هقول هنا هنحمل البرنامج بالشكل ده انا هنزله على ونبدأ نثبته مع بعضينا ونشوف هنستخدمه ازاي حجم البرنامج تقريبا اتنين ميجا اول حاجة نعملها ممكن نغير لغة البرنامج بالضغط على بالشكل ده ومن هنا نختار اللغة العربية تمام وبنختار المكانة نثبت فيه البرنامج او نسيبه افطرات زي ما هو بعد يقوم له تثبيت في الخطوة دي البرنامج بيتثبت اولاين فلازم جهازك يبقى واصل انترنت اكتمل تثبيتي البرنامج وبدأ يفتح معنا بالشكل انت شايفه ده فتح لصفحة الموقع وفتح معنا البرنامج بباشرة طيب انا حاليا دلوقتي معي في ملفات فيديو في صور هشترى عليه تمام في معي فيديو ومفروض ان هو طول شوية تمام ومعي فيديو قصير ومعي صورة عليها لوجو انا هشيل اللوجو ده وفي فيديو ده في شعار بتاع تيك توك هنشيله تمام وهنا في فيديو ده في عندي اللوجو بتاعي بتاع قناتي فانا هشيله برضو معكم في فيديو ده هنجرب البرنامج على الفيديوهين وعلى الصور تمام طيب قاتل البرنامج بتاعنا البرنامج بسيط جدا 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 بتعطينا الضغطة وعدة وبعد كده بدرج الملفات بتاعتي على الديسك توب هشتغل اول على الفيديو الكبير تمام حمل الفيديو عندي مباشرة بالشكل ده انا دلوقتي هشيل العلامة دي اللوجو بتاعي فمن خلال المربع او اللي هو عملولي ده بحطه على المكان اللي انا عايز اعمله ازالة بالشكل ده كده صغر على قده بالزبط كده تمام وبعد كده باختار الاوبشن اللي انا عايز اعمل بالازالة هنا ازالة الوضع جاب لي تقريبا خامس اوضاع في عندي الملء السلس ده بشيل العلامة بالشكل ده تمام ده اسهل حاجة هعمل حاجة تانية مش هعمل اي حاجة تانية هو تصدير بالشكل ده تصدير بس ثواني كده نحدد اول المكان اللي هنحفظ فيه الفيديو بتاعنا هتحفظ فين ممكن اخصص مكان اضعط هنا كده واختر مسلا ديسكتوب عشان يحفظ لي الملف على ديسكتوب اقول له بالشكل ده وبعد كده اقول له تأكيد هقول له تصدير دلوقتي هيشيل العلامة او اللوجو بتاعي من الفيديو العملية دي ما بتاخدش وقت بتاخد وقت تقريبا حاجة بسطة جدا على حسب حجم الفيديو او وقت الفيديو كده خلاص البرنامج خلص تمام اقول له افتح المجلد فتح للديسكتوب او ممكن اروح انا عالديسكتوب بالشكل ده اه دي الفيديو بتاعي ايه رأيك تديره كم في المية او كم من عشرة تمام انا عملت دلوقتي ملء سلس ده بطول الفيديو بالشكل ده تمام كلام جميل طيب لو حبيت اشيره بقى بالزكال الاصطناعي عشان يديني نتيجة افضل من نفس الابشن برضو اختار من هنا نموذج اي اي بالشكل ده وابقى محدد عن مكان اللي انا عايزة عامله ازالة بس لو اخدت بالك هنا كده لو قفت على علامة تعجب دي بيقولك ان الابشن ده بيدي نتيجة افضل بس بياخد برضو وقت اطول فاتعا نجرب الابشن ده مع بعضينا كده وبعدك اقل له تصدير هصر انا الفيديو شوية بقى كده لحد ما يخلص خلص مع الفيديو تمام اه دي الفيديو وده النتيجة ده الازالة بالاي اي اي بالزكاة الاصطناعية طيب تعاني نشغل الفيديو التاني كده هصغر ده عشان نقارن ما بالاتنين وده الفيديو الاولاني اللي احنا عملناه بالملء الثالث نشغله بميديا مختلفة تمام مت هيقلي ما فيش فرق كبير ده اللي تم ازالته بالاي اي اي تمام وده الملء الثالث كلم جميل على العموم انت هتجرب بنفسك البرنامج طيب تعاني نجرب على الفيديو تاني بقى مختلف كده نعمل ده ازالة خلص تمام من البرنامج ونضيف فيديو جديد اه دي الفيديو القصير انا دلوقتي هشيل الشعار بتاع تيك توك من الفيديو بتاعي فبحدد عليه بالشكل ده كلام جميل ونعمل له مثلا ملء الثالث نقول له تصدير نزل معي اهو تمام بس الثالثة بيكتمل كلام جميل اه دي النتيجة تمام طيب تعاني نجرب بقى الاي اي كده هنقول له هنا اي اي بالشكل ده هنقول له ده صدير انا هجرب معك دلوقتي بقية الاوبشن برضو خلص البرنامج تعاني نشوفه كده تعاني نشوف فيديو كده تمام هدي الفيديو ممتاز نتيجة ممتازة مش بيان اصلا ان كان فيه علامة للتيك توك طيب ونفرد ان انا شلت العلامة بتاع التيك توك دي وعايزة دي فانا بقى لوجو من عندي في نفس الصفحة دي بقول له اضافت علامة مائية وبعدك بقول لي انت هتكتب كلام ولا تحط صورة ونفرد مسلا ان انا حط صورة بضغط على صورة بالشكل ده وضغط على علامة زي دي علشان يرفق لي صورة هذه الصورة اللي انا مجهزة علشان احطها لوجو للفيديو بتاعي بدل اللوجو بتاع التيك توك اللي انا شلته بسحب كده تمام احطها في الحتة دي كده بالشكل ده واقول له تصدير العملية دي بتبقى اسرع كتير من اللي زالة بالاي اي 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 افتح المجلد اهدي الفيديو باللوجو الجديد ممتاز جدا 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 طيب اخر حاجة بقت عن جربة برنامج كده على الصور في ازالة العلامة المائية او اللوجو بتاع الصور تمام اغلاق ونازف ده خالص تمام في حاجة صحيح عايزة اقولها لك قبل ما نقفل الكلام عن الفيديو لو انا عندي اللوجو ده متحرك معايا خلال الفيديو بعمل ايه بفعل الخيار ده تمام بفعل الخيار ده علشان يعمل لي تراكينج او تتبع للوجو بتاعي ويعمل له ازالة بشكل مزبوط تمام طيب نجرب بقى الصور ضغط قعدة واجيب الصورة بتاعتي ادي الصورة ظهر فيها اللوجو بتاعي تمام هنا جايب لي تلات ادوات للتحديد جايب لي الفرشة وجايب لي اداة السليكشن وجايب لي اداة التحديد الحر لو انا اخترت الفرشة بتحكم في حجمها من هنا زي ما انت شايف كده بكبر وبصغر فممكن اظل الجزء ده كده تمام كده كده كله وممكن اعمل معينة قبل ما اعمل تصدير بالضغط هنا كده طبعا الكلام ده ممكن تعمله من خلال بس احنا معنا بردنامج واحد ممكن نعمل بيه كل حاجة زلي العلامة المائية او اللوجو بكل احترافية طيب عايزين نرجع عن التعديل اللي احنا عملنا ده عندنا اداة التراجع هنا ايه تمام بالشكل ده رجع لي الكلام اللي انا عملته ودي عادة تمام الخطوة اللي انا عملتها بعدها السهم المعكوف ده او المدور ده بيعمل اعادة تعيين بيرجع لي الصورة الاصلية في البرنامج بالشكل ده هنا بعمل زوم اوت بالشكل ده على الصورة وهنا بعمل زوم ان تصغير وهنا بقدر احرك الصورة بتاعتي لو انا مكبروها بالشكل ده. باليد دي. بقدر حركة اتحكم فيها بالشكل ده. تمام? لو صورة كبيرة وانا عايز احدد بالزبط. وهنا بيرجع للصورة للوضع الاصلي بتاعها. رابط تحملي برنامج هتلاقي موجود في صندوق الوصف وموجود في اول تعليق مسبت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد. بالتوفير لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.